ليا أطلقت الأمانة السورية للتنمية حملة بيت آمن وذلك بمشاركة ودعم الجمعيات الحكومية والأهلية والمؤسسات التنموية في محافظة دمشق وريفا نحكي أكثر عن الحملة معنا خيرية الدكتورة خيرية الأحمد لنعرف أهمية الحملة اليوم وضم الظروف اللي عم نعيشها سهلت صباحك وهلا وسهلا فيك يسهلت صباحكم أهلا وسهلا فيك دكتورة يعني بالبداية خلينا نحكي عن الحملة ونتعرف عليها ونعرف شو أهميتها الأمانة السورية للتنمية من عام 2001 لغاية اليوم عنده كثير من البرامج ونشاطات اللي بتقدمها ضمن ركائز أساسية من أحدها هي الركائز هي مجابهة تحديات الحياة وتغيراتها من خلالها بدأدم كثير من النشاطات والخدمات والبرامج أحد أهم الأهداف هي المساندة النفسية المجتمعية يليحنا من خلالها منساعد الأشخاص الهنان شد ضعفا بالمجتمع ومن خلال المناسبة العالمية اللي هي هلأ عم تكون فترة 25 إلى 10 إلى 12 هي مناسبة عالمية هي مناهضة العنف ضد المرأة حملة 16 يوم فنحن الأمانة السورية للتنمية بمشاركة الجمعيات الأهلية بدمشق وريفة والفوضية السامية للاجئين فمساعدتنا كل عياتنا مع بعض فانطلقتنا بهذه الحملية اللي هي مثل ما تفضلتي نور هي شعارة هي بيت آمن هي عنوان الحملة بيت آمن تحت شعار الأمان من المنزل إلى الخارج طبعا هذه الحملة هي عم تكون مناهضة لعنف ضد المرأة وبالمحور هذه السنة رح يكون هو عبارة عن العنف الأسري نحكي أكتر عن العنف الأسري تضمن هي كتير من الأنشطة ونشاطات كتير أهم هذه الأنشطة هي عبارة عن جلسات توعوية من ناحية النفسية والقانونية والصحية من خلال هذه الجلسات عم يكون في توعية تقديم توعية واستشارات للأشخاص وبالإضافة لتدخل إذا كان في حالة مضرورة كمان في جلسات رح تكون جلسات هي حوارية تفاعلية بعدد من المناطق دمشق وريفة اللي هي عم تكون موجودة بمواقع الجمعيات اللي هي دائما مساعدة لأنه متشارك معنا بكتير من الأنشطة والفاعليات جمعيات الأهلية بدمشق وريفة بالإضافة لمراكز الأمانة السورية للتنمية اللي هي مواقع المنارات طبعا المنارات هي أحد برامج الأمانة السورية للتنمية بالإضافة لحتى رح يكون كمان عندنا نوع من الرسائل التوعوية اللي حتى عم نوصلها نحن من خلال السوشيل ميديا أنا ممكن للناس فيها تحضر وهي نقطة كثير مهمة تماما هي متوزعة السوشيل ميديا من خلال إذاعات التلفزيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي طبعا نشكر شركة تسكيل اللي هي عم تساعدنا بالتصميم الإعلاني لهذا الموضوع هذه بعض النشاطات اللي هي عم تكون موجودة وكمان في نوع من المشاريع رح نطلقها من خلال مشاريع تمكين دور المرأة اقتصاديا هاي بعض الجملة من النشاطات اللي عم تكون مقدمة دكتورة خيرية خلينا نحكي أكتر عن فكرة أنه يعني في كتير من السيدات هنين معنفات ولكن ما بيسترجوا يحكوا ما فيهم يقولوا لحدا ما عندهم سند أو ممكن عندهم سند ولكن بيقول لهم معلش خليكن هات بيت جوزك هات هيك احنا معنا هيك حملات لحتى نخلي السيدين وهي تكون أكتر جرأة لحتى تطرح مشكلتها فيه سيدات عم يوصلوا للموت عم يدفنوا حانهم بالحياة من وراء العنف تماما هي امتلاقة من هذا الكرام اللي عم تفضلي فيه ليا هو هداف الحملة هي هي بتركز نحن الحملة كانت أهم أهدافها هي الهدف زيادة الوعي المجتمعي الوعي الجمعي للأشخاص أنه بدور المرأة وأهميتها وكمان بيأثار العنف الأسري والمنزلي الأساسة عم بتكون على الزوجة بحد ذاتها أو على المرأة لا هي عم بتكون على المجتمع على زوية حتى على الشخص المعنف هي إنه كتير أثار من ناحيته طبعا هي هدف زيادة الوعي بالمجتمع زيادة الوعي للمرأة زيادة الوعي أنه نحتكين أنه الرجل هو رجل داعم ومساند للمرأة خلال العصور كتير كان فيه أمثلة تذكر يعني بالتاريخ وحتى بثقافة بلدنا نحن فيه كان أدوار كتير لأشخاص كانت مساعدة للزوجة فهذا الهدف الأساسي من هذه الحملة لحنت دائما نخلي توصل هذه الرسائل نحن عم نوصلها لكل فئات المجتمع لحتى توصل هذه الفكرة ويكون فيه شوي نوع من الوعي ينتشر ونلاحظ أنه قديش قديش هذا العنف هو عم بيأثر صحيح ويمكن أهم ما تقوم فيه الأمان السوري التميه هو هاي النشاطات والفعالية للمهود بالمجتمع بكافة شرائحه مثل ما قلنا ويمكن هاي الحملة كتير مهمة ضمن الظروف الصحية الصعبة اللي هي عم نعيشها لأنه أثبتت آخر الدراسات بسبب الحجر المنزلي زاد العنف المنزلي والأسري خلالي نحكي عن هاي النقطة التوعوية قديش مهمة اليوم يمكن فيه مسج صغير أو رسالة صغيرة ممكن تمره قدام سيدة مثل ما قلنا ما فيها تحضر مثلا المحاضرات أو تحضر بالمركز فيها من خلال تسمع أو على السوشيل ميديا تقول لا لازم أنا وقف عنف لأنه فعلا أنا بدي ربي جيل صح لأنه العنف بيربي عنف يعني نحنا عم نحكي عن سلسلة متكاملة اليوم تماما هلأ الفكرة أنه مثل ما اتفضلتي مش فيك نحن نحكي على أنه قدش فيها سيدات هني ما تقدر تحكي وهي ما عندها ما عندها جرأة ما بتعرف نوع من ثقافة القانون اللي هي فيه قوانين بتسن أنه هي ضد العنف أو فيه ناس يقول لك لا بقعد تحت سقف بيت ولا برا يعني قعد بالشارع يعني حمل هيدا العنف هذا الأبشع بس فيه دور رعاية وفيه نقطة مهمة هو كمان أحد أهداف الحملة أنه نحنا فيه جمعيات كثيرة وفيه مؤسسات الحملة هي عم تساعد النساء الموحنفات وهي عم تفعلا عم تعمل نحنا بالأمان السوريال التنمية نعمل دائما ورشات مهنية تدريب مهني هو بساحة طبعا نوع من مساعدة حتى نحنا نمكن المرأة اقتصاديا تقدر يكون عندها شغل هي تقادرة صنعة أو مهنة تقفية بحياتها فأحد هي الأهم الأهداف اللي هي نحنا منأكد بهذا الموضوع للأسف هنا بعض السيدات نعم الخوف من التردد من مثل ما بيقولوا خجل من المجتمع فيه أشخاص ما بتقدر تحكي بهذا الموضوع لأنه نفس الوقت بتقولك أنا فيه أحيانا أعراف فعادات وتقاليد للأسف منتشرة بالمجتمع هي أنه أنا أنا لأ أنا بنت ما بقدر أحكي ما عندي فرصة التعلم طبعا هي ما أنا موجودة كتير أكيد بس في بعض الفئات هي بتتبع للأسف لمازالت فرحنا لنلامس هذا المجتمع اللي هي عم بيعمل هيدا العادات هي صغير صحيحة هي غير سليمة لأ لنتجه لعادات سليمة أكتر لأنه بالنهاية الأم هي عم تبني جيل يعني هي عم تربي الطفل اللي هو عم ينشأ لأسرة تانية عم بيكون أسرة تانية عم يتعامل مع علاقات اجتماعية عم يتعامل مع أطفال من زوية عم يتعامل مع أطفال بالمدرسة بالمهنة فهذا هي عبارة عن كل متكامل بالمجتمع صحيح دكتورة خيرية خلينا نحكي عن تأمين فرص العمل واستثمار اليد العاملة من السيدات يعني كتير من السيدات بيعرفوا يعملوا كروشير بيعرفوا يعملوا يعني كل السيدات بيعرفوا يعملوا الشير ما بيعرفوا يعملوا كباب بيعرفوا فيهم مثلا يشاركوا ضمن بازارات هلا عما تصير بأيام الكريسمس فيهم يشاركوا بكثير أو بيت مونة أو مئة شغلة فيهم يستثمروا ويشتغلوا فيها خلينا نحكي بالإضاءة على هذا الجانب وهو أنه تشتغلي لحتى تأمني لقمة أكلك لألك لأولادك لحتى تقوي يعني الشغل مو بس هو مادة هو قوة كمان تمام أحد أهداف الأمانة ونحن نمكن الشعب نمكن شعبنا اللي هو لا يكون بطاقة إيجابية دائما يكون فيه عنده الطاقة الإيجابية ومتمكن من حاله يعني ما بدي أعطيك الشغلة أنت تكون تاخده وتستفاد لا لأ أنت تعلم كيف تستفاد من هيدا الشيء نخلق فرص للأشخاص لحتى هنين يكونوا أشخاص قادرين ومتمكنين هلا نحن بالأمانة السورية وبجمعيات كثيرة أحد أهم الخدمات اللي بتقدمها هي التدريب المهني طبعا هذا التدريب بلامس الحاجة اللي هي موجودة للألوب والرغبة اللي هي موجودة عندها يعني متما تفضلتي أنه بطبخ كروشي أحيانا عم بيكون خياطة دورات أكسسوار هذا كل ما يتواعب بيكون أي شي ممكن تخوفي فيها تأسس مكونا تماما بلامس هو الرغبة الموجودة عندها والحاجة والقدرات والإمكانات اللي هي موجودة هلا فيه أشخاص هي بتلحق رغبتها بتقول لك أنا ما بقدر ما بناسبني أشتغل مثلا بدورات الخياطة بتناسبني حلاء أكسسوارات رغبة وحاجة وهي بلاقيه لأي فرصة عمل مناسبة لهذا الموضوع أهم شي ما تعتمد على مثل ما بيقولوا على البارد المستريح يجي أكل شي لا لازم هي تتعاب تماما أحد أهم أهدافنا هي أنا ما بأعطيك أنا بأخلق لك الفرصة لحتى أنت تطلع القدرات والإمكانات اللي هي موجودة عندك لتصير شخص متمكن لأنه بالنهاية أنا إذا أعطيتك الشغلة هلأ خلصت أخذتها ممكن ما تقدر تستمرها بالطريقة الصحة بس أنا أتعلمك كيف بدك تستمرها وكيف تتحط الخطة تعلم كيف تتحط أهداف بحياتك تعلم كيف تتحط خطة كيف تتإدارة المشاريع الصغيرة يعني هلأ نحن مو بس كمان عم بيكون في دورات هي عبارة عن دورات مهنة بالمنارات أو كانت بجمعيات لا عم ترفقها بعد الدورة أو أحيانا الأملة مشاريع الصغيرة تبني المشروع تماما دورات تدريبية بإدارة المشاريع الصغيرة هذا اللي عم أسألك عنه لأنه بالإضافة لدورات تمكين المرأة أنتو كمان تدعموها من خلال المشاريع الصغيرة يعني في كتير الناس بتقولك أنا ما عندي ممكن مردود مادي أو شوية مصاري اللي بلش فيه نحن نحكي عن مشاريع الصغيرة اللي هي ما بدها مبالغ كتير كبيرة عم يتم من خلالها تمكين المرأة أو بناء مشروع صغير لإله هذا كمان بيأثر كمان على الجانب الاقتصادي التبوير الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع صغيرة فكمان خلينا نحكي عن هي النقطة بعض السيدات إذا كانت العبارة عن حرف أو المهنة هي بسيطة ما بدها النوع من الثقافة أو التعليم العالي فنحن نتجه لأن نعمل لهم دورة هي دورة تدريبية هي إدارة المشاريع الصغيرة يعني أنت تعلميها كيف هي بتخطط لو بشكل الصغير المبدئي تعلميها كيف تخطط للمشروع بشكل صغير كيف تنفزه كيف أنا لازم يكون عندي الرأس المال هيدا الشغلات البسيطة اللي أنا في لي دير المشروع الصغير بنفس الوقت فيه بالأمانة نحن اليوم وقت عم نفتح دورة عم نشبك مع جهات أخرى يعني عم نشبك مع مصنع عم نشبك مع مطعم مع شركة هي حسب الدورة اللي هي المقامة مع جهة هي بتناسب العمل فيها عم نأمن فرصة عمر يمكن لأكثر الأشخاص هنا اللي يتميزوا بالدورة حينا ما منقدر نأمن لكل الأشخاص بس الأشخاص الملتزمين اللي كانوا هنا متفوقين بالدورة اللي هنا كانوا عن جد عم يشتغلوا حتى يستثمروا هيدا الفرصة اللي هي كانت موجودة لأنه بتكملوا الطريق معهم يعني كثير جمعيات عم نشوفها مثلا أو كثير مؤسسات بتعموا الدورات لتمتين المرأة أو دورات لعدد من شرائح المجتمع بس ما في استكمال الجميل اللي يمكن هون هو الاستكمال هيدا المشروح أكيد هي ربط بسوق العمل نحن اليوم مو بس نعلمك ونعطيك فرصة لا بنا نوظف لك هذا الشيء بتشبيك مع جهة هي لا حتى تبنىك وحتى تأمل لك فرصة عمل هي منحة وكمان فيه برامج تاني هي بتقدم منح مهنية وفيه التمويل الصغير اللي هو تابع كمان أحد مؤسسات ربحية بالأمانة السورية للتنمية كمان بيعطي قروض هو بتساعد أحيانا ببعض المشاريع اللي بتكون عم تم لأي أشخاص هنم بحاجة يعني تماما دكتورة خيرية خلينا ننتقل إلى الجانب النفسي يعني كثير من السيدات المعنفات خاصة هنم بحاجة لدعم نفسي كثير من السيدات يلي مرأوا بظروف صعبة بحاجة لدعم نفسي بحاجة للتأهيل نفسي بمساعدة أخصائي نفسي ومساعدة المحيط أيضا نحن كيف منقدر نحتويهم ويمكن نسلط كل اهتمامنا على جزء جزء النفسي اللي هو يمكن كتير مهم بحياة السيدة صحيح هلأ من خلال الحملة بتمنى نحن الآن صوتنا يوصل لأغلب الأفئات المجتمع مثل ما كنت عم بحكي ويرتصير شوي الوعي يرتفع يعني نحن كمان بمناراتنا أو بجمعيات الأهلية اللي هي شركاء معنا بأي الأنشطة عم نشتغلها فكتير فيه مراك فيه كمان قسم اسمه الدعم النفسي فأنا من خلال هلأ عم بسمعها شوي من الأفكار وعم بوصل لسائل التوعوية أنه نحن العنف هو إله أسار أو إضرار فأنا هون صار عندي تحفيز وأنا فيه حدا بيقدر يساعدني هذا الحدا أكيد هو ما رح يكون الشخص اللي هو رح يخلصني أو الشخص اللي رح يكون ضدي أو يشتغل لا أكيد لا هو الهدف أنه أنا يمكن بعض الأساليب اللي أنا فيني استخدمها بحياتي هي يمكن تقيني من كتير مشاكل أنا عم ساوية وما أنا مدركة لهذا الموضوع بحاجة لا أحد يسمعني لحتى أنا أتجه للشخص يمكن بحاجة لجانب قانوني أنا ما عم بعرف كيف يتجه فنحنا يمكن منساعد الشخص أنه يفتح هيك هيك هو مولي حتى أنا أخرب له علاقته الاجتماعية أكيد لا لحتى أنا وعي على هاي النقاط وهو بنفس الوقت أعطيه شوية أساليب داعمة أساليب محفزة يعني أنت عم نزيد الوعي للشخص الآخر فهو بصير ينتبه لأنه أنا بهذا الموقف عملت شي غلط ما عطل حق علي فأنا سببت المشكلة اللي حتى صار في عندي عنف أنا وقت عم تعنف عم تعنف من زوجي تماما أنا وقت عم تعنف من زوجي أنا بنفس الوقت عم بيكون عندي ردة فعل فأنا عم تعنف أطفالي فقديش الأثر رح يكون علي وعن أطفالي فأبلي الأنام عنف رح يعنفر فيه ورح تكون القصة هيك حد التالى وإلا أسار كثير كثير عميقة فأنا يمكن ما أدرك هذا الموضوع ما أدرك أثر مثلا الضرب أحيانا نحنا نشاهد كثير مشاهد للضرب منلاقي بعد شوي بلاشنا نمزح بالضرب فأنه انعكاس على السوشيال ميديا بتلاقي تعلم يعني على السوشيال ميديا كمان بينتشر بعض الفيديوهات التعنيف بالحجر المنزلي اليوم فترة طويلة فار كثير مشاكل أكيد فار كثير مشاكل عم نشوفها بشكل كثير كبير خلينا نحكي عن نشاطاتكم كمان يعني التي فيه نشاطات كثير خلال 16 يوم بي دمشق وريفة نحكي عن نشاطات الأخرى اللي عم تقوموا فيها تمام أهم النشاطات هي رح تكون جلسات التوعية لأنه نحنا فيه مجال كثير كبير للسيدات اللي حتى نجي نقعد نحكي يكون فيه عبارة عن جلسات استشارية من خلال ناحية قانونية من خلال ناحية نفسية ناحية اجتماعية ناحية صحية حيث هناك فيه كثير مشاكل صحية ما بيقدر نحكي عنها يعني بيكون فيه خجل فهم فيه نوع من الاستشارة بيكون موجود فيها وفيه حالات إذا ما قدرت هي أكيد ما هتحكي على العلن عن حالتها اللي هي عم تكون موجودة فيها بحالة هيك خاصة فردية إرشاد فردي بيكون ففيكون دراسة لحاليا هذا الموضوع أكيد مساعدة وتدخل بشكل طبعا أهم شيء قناعة الشخص يعني أكيد يكون الشخص هو اللي بدي أنت تساعده وتقدمي له هذا الموضوع ويكون مقتنع بالفكرة لأنه هون بس نحنا اقتنعنا بالشغلة حتى نرفع على شوي الوعي الموجودة عنها ونقدر نحل الأساليب والمشكلات هي موجودة عنها فنحنا نقدر نتجاوز المشاكل لو بي يمكن ما نتجاوزها بس نحن نقدر نحن نخفف منها أسارة لا حلول بتناسب السيدة وبتناسب المجتمع بالخطام أي حدا أو أي سيدة عم تشوف نعم تتابعنا كيفية تنضم للدورات كيفية تتواصل معكم كيفية تلجأ لكم تمام الأمانة السورية للتنمية أحد نحن برنامج المنارات هو منتشر بمناطق عدة بدمشق وريفة في معظمية بالتل بباب شرقي ببرزة بدير عطية بجيروت طبعا هذول الجمعيات كمان رح يكونوا شركاء لأنه أكيد كمان عنده النشاطات اللي عم تمارس هي نفسها جلسات توعية وهي جلسات الحوارية التفاعلية اللي رح تكون موجودة هي منتشر بأغلب الأماكن الأمانة السورية للتنمية في صفحة على الفيسبوك ستكون موجودة في كل أرقام المنارات اللي هي موجودة وبتكون عن طريقة وكل تفاصيل النشاطات أكيد وحتى من جانب الإزاعي حيكون في برامج بأخصائيين نفسية رح يحكوا عن العنف رح يحكوا عن آثار رح يحكوا عن أنواع وعن شو الأسباب اللي هي بتأدي كيف نحنا مقدر نخفض منه حيكون على إزاعات متعددة بسوريا بمحليا يعني وهلأ الأخبارية يعني اليوم هاي إن شاء الله شكرا لكم وأطول رح نكمل معكم نتمنى لكم التوفيق أكيد بجميع مشاريعكم وخطواتكم القادمة الدكتورة خيرية أحمد لنشكرك على وجدك معنا شكرا لكم شكرا دكتوريا شكرا كتير لإليك وأكيدنا نقول الله يعطي العافية لكل الشباب والصبايا يلي عم يساهموا بينشر التوعية وخاصة بالعنف يعني أهم الشي العنف والمرأة تكون واعية إنه الحياة حلوة ونحنا قلنا عنا شي نقدمه ما نستسلم للعنف شكرا كتير لإليك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لإليك